اشتركوا في القناة 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 لكي يكون منع التنقل وشهدك الجهو بأنه في حالة يتحدى السلطات ريدا قال لك ترح مكان لك ونحن أولوها دي قد تنظر محمد أمين قال لك فعلا كل شيء ما فهمش هاد المشكل هادا يعني هاد المشكل هادا يعني هاد المشكل هادا يعني فشك دغلك السلطات انا سافر العشرة كتمنع التنقل رأس سافر العشرة كتمنع التنقل اشهدت خروج الدير يعني في برا إلا لما كانتش عندك بصح شي حاجة ولا شيء ورقة بصح دي الخماء اللي كي خدموا الناس بالليل سافر عليك اوضث حالة ذات مثلا ما عندك ميد داع تخرج بالليل تصل العشرة تخرج تعيش تتنقل اشهدت أشهدت رأها بالعقل أشهدت يخاف على راسك وخاف على ولداسك خاف رأها المرض لا يوجدها فقط ندخل داري إذا لا يوجد شيء مهم لماذا سنخرج ونقص في الدار لماذا سنخرج إلا كما قلت للناس الذين يخدمون بالليل أو الذين لديوا شيء خاصة على أن يخرج نتمنى إن شاء الله من الناس أنهم يلتزموا بي ونقدروا الجهود اللي كديرها السلطات ونلتزموا إحنا كمواطنين الله يعطيكم السر خصوصا دبراه حين واحد ارتفاع موهول في عدد الإصابات وفي الوفيات فنحاولو نصبرو شوية وخانا عرفها قصحة عن المواطن بززاف ولكن نصبرونا معدنا ما نديرو هذا ابتلأم عند الله سبحانه وسعاله نخافو على راسنا نخافو على ولداتنا راكف ما كنتشوفش حم واحد مات بهذا الفيديوز هذا نخافو على ولداتنا أهم حاجة نحط ولداتي قدم عينية نحط الزوجة ديالي قدم عينية نحط وليدي قدم عينية وإن شاء الله يا ربي ارفع لنا هذا الوباء هذا نشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البت المباشر اللي كان مباشر من الضلبيضاء إن شاء الله نتقي معكم في بت مباشر آخر وإن شاء الله نتمنى وما تكون تشي إصابة وما تكون تشي حالة وفاة إلى اللقاء شكرا شكرا